بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا نستوضح الأحكام من الآيات من قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى قوله تعالى وكفى بالله شهيدا ووصلنا إلى أنه تتحمل أنه تتحمل المشقة اليسيرة في جانب المصالح العظيمة وذلك أن الله أمر بالقتال مع ما فيه من المشقة وقتل الأنفس والجراح والجراح لأن النتيجة أعظم وذلك بنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله وعزة المؤمنين ونشر الإسلام وقمع الكفر الجهاد فيه مصالح قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء فالقتال فيه مصلحة للكفار ذلك لأننا نزيل عنهم الطواغيت الذين يمنعونهم من الدخول في الإسلام وأيضا نتيح لهم الفرصة للتفكر في الأمر وعدم العمى في الظلال وكم من كم أسلم بسبب الجهاد في سبيل الله من الكفار من الأمم ومن البلدان ودخلوا في دين الله أفواجه بسبب الجهاد في سبيل الله فلو أن المسلمين قبعوا في دارهم وعندهم القوة والاستطاعة للجهاد وتركوه ويقولون الجهاد إنما هو الدفاع فقط والإسلام ليس فيه قتال هذا قول على الله بغير علم وإنكار لما علم من الدين بالضرورة وفرضية الجهاد مع توفر شروطه وأسبابه لو أن أخذ بهذا القول وقيل القتال دفاع فقط لا استطال الكفار على المسلمين والله جل وعلا يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فلو تركناهم ما تركونا ويقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم قال سبحانه وتعالى وودوا لو تكفرون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فترك الجهاد في سبيل الله مع توفر أسبابه وشروطه والقول بأنه للدفاع فقط هذا مما يضر بالإسلام والمسلمين ويقوي جانب الكفار ويوخذ من هذه الآيات أن الله جل وعلا يشرع الأحكام في الأوقات المناسبة لها ويشرع الأحكام الشاقة أيضا على التدريج رحمة بالمسلمين وهذا له نظائر في كتاب الله ومن ذلك الجهات فإن الله شرعه بالتدريج كما سبق بيانه في تفسير الآيات ويوخذ من هذه الآيات المقارنة بين اللذة العاجلة والعقوبة الآجلة المقارنة بين اللذة العاجلة والعقوبة الآجلة فالإنسان تميل نفسه إلى الشهوات المحرمة ويتلذذ بها عاجلا لكن يجب أن يتذكر ما لها من العواقب السيئة في الدنيا والآخرة فيتجنبها فالإنسان لا يقدم على شيء إلا إذا عرف عاقبته ومآله ولا يغامر فينظر إلى لذة عاجلة ولهذا لما قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب قال الله جل وعلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فالمسلم ينظر إلى العواقب في الدنيا والآخرة فلا يقدم على شيء فيه لذة عاجلة إذا كان يعقب شرا ومآلا سيئا إنما هذا فعل السفيه الذي يأخذ الأمور بالنظر العاجل نظر البهايب وكذلك لا يترك الشيء الشاق في العاجل إذا كانت عاقبته حميدة فإنه يصبر على مشقته مثل القتال فيه مشقة لكنه له عواقب حميدة في الدنيا وفي الآخرة ويوخذ من هذه الآيات أن ما عند الله للمجاهدين في سبيله خير خير من الدنيا وما فيها ذلك لقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل إذا تركتم الجهاد بزعمكم لتعيش في هذه الدنيا فإن هذا قليل وينقطع والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل فما عند الله للمجاهدين خير ولا يقاس بما باللذة العاجلة في الدنيا والراحة والخمول وقد جاء في فضل الجهاد قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعاد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفي الحديث إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله فلا يعلم أجر المجاهدين في سبيل الله إلا الله جل وعلا ويوخل من هذه الآيات الترغيب بما عند الله وأنه لا يضيع لديه عمل لا يضيع لديه عمل مهما قل من الخير فإن الله ينميه ولهذا قال ولا تظلمون ولا تظلمون فتيلا فالحسنة وإن كانت قليلة فإن الله ينميها لصاحبها إلى عشرة أضعاف إلى مئة ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله والله يضاعف لمن يشاء وأيضا الله لا يظلم أحدا بأن يحمله ما لم يفعله بأن يعاقبه على شيء لم يعمله هذا ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم فلا يعذب إلا على فعل الإنسان لا على فعل غيره أو أنه يحمله شيئا لم يعمله ذا لا يليق بعادل الله جل وعلا وفي الآية أن الإنسان لا يحقر من الخير شيئا ولو كان قليلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة وكذلك يوخذ من هذه الآيات أنه لا ينجي حذر من قدر وذلك في قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشهدة وهذا كما في قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فلا مناصة من الموت مهما عمل الإنسان وهذا فيه رد على من يظن أن الجهاد أنه يسبب الموت وأن من جاهد فإنه يموت وإن لم يحن أجله فيتأخر عن القتال والجهاد في سبيل الله خوفا من الموت مع أن الموت بيد الله فقد يدخل يدخل الإنسان المعارك الطاحنة والأخطار العظيمة ويخرج منها سالما إلى أن يحين أجله وقد يكون الإنسان في رفاهية وعافية وعلى سريره وداخل بيته ثم يأتيه الموت وهو على فراشه فالإنسان لا يترك الجهاد في سبيل الله إذا حان وقته وتهيأت أسبابه خوفا من الموت بل يتوكل على الله ولهذا يروى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد الشجاع أنه لما حضرته الوفاة قال ما في بدني موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة ولقد حضرت زهاء مئة معركة أو أكثر وها أنا أموت على فراشي فلا نامت عين الجبناء فدخول الجهاد في سبيل الله لا يقرب أجلا وإنما الأجل مكتوب سواء في المعركة أو في غيره ولكن من قتل في المعركة وهو مقبل غير مدبر وقصده على كلمة الله فإنه شهيد خير من الدنيا وما فيها قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل وقال تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ويأخذ من هذه الآيات أن الكفار والمنافقين يتطيرون بالرسل يتطيرون بالرسل ينسبون إليهم ما يحصل من الأزمات ومن الضائقات وما يحصل لهم من الفقر وامتناع المطر وغير ذلك ينسبونه إلى الرسل وأتباعهم وهذا موجود في وقتنا الآن فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض الآن يقولون هذه المقالات وينعقون بمقالة الكفار فيقولون إن المتدينين وإن أهل الدين هم الذين سببوا المشاكل للمجتمع وهم الذين يضيقون عليه وهم الذين وهم الذين وهذا شيء نسمعه ونقرأه يوميا فما أشبه الليلة بالبارحة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكل قوم وارث وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته